انطلقت أولى فعليات احتفالات محافظة أسوان باليوم العالمي للسياحة وشملت عرض طيران الجوي بسماء المحافظة تبعه عرض فوق مياه النيل من فرق التجديف الكايك وكذلك معرض أيدي مصر بحديقة درة النيل والذي شارك فيها العديد من سيدات أسوان وقدمنا المشغولات اليدوية التي تحاكي البيئة الأسوانية والنوبية هذا وستستمر تلك الاحتفالات حتى السبت بتقديم العروض الفنية والفولكولورية وعروض للحناطير السياحية والمراكب الشرعية المحافظة إن شاء الله الحمد لله جهزة لاستقبال جميع السياح وأنا الحقيقة أثناء الجولة الميدانية مبارح قابلت مجموعات كبيرة من السائحين وتكلمت معهم وسألتهم عن عراهم في أسوان فالكل أشاد بيها وكل أكد إنه هيرجع إن شاء الله مرة تانية وفي بعض من الأفواج مدت زي الفوج الفرنسي حوالي 32 سائح هيمد إن شاء الله الإقامة بتاعته لثلاثة أيام أخرى فإحنا إن شاء الله جاهزين لمسم سياحي جيد بعمل مشغولات يدوية والحمد لله إن ربنا بيكرمنا والنهاردة إحنا مع بداية إنسان جديد إحنا معاهم وإحنا على استعداد إن إحنا نعلم ونتعلم ومشعيب إن إحنا نتعلم ونعلم مشاركة في المعرض بعمل منتجاتنا بعمل طواعي بعمل عقاد بعمل كل شغل يدوي وأي حد بيطلب مني تدريب بضربه ببلاش بنشتغل وحاجات مشغولات يعني من أيام جدودنا تراثنا تراث النوبة وإحنا بنتلع تدريبات برضي الناس اللي محتاجين لو عايزين يتعلموا إحنا تحت أمركم برضي حنعلموكم زي ما بنعلم إحنا جيل والجيل والجيل زي ما بنعلموا بناتنا اشتركوا في القناة